أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بنا الصراط المستقيم صراط الذين أنهمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطال اللين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملوا الصالحات أن لهم أجرا حسانا ما كسين فيه أبدا ويؤذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به علم ولا لأبائهم كبرت كلمة تخرج من نفوه وإن يقولون إن إلا كذبا فلعلك باخح نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زنفا لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جوزا أم حصبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فنيات إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشادا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن أدعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطاطا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا تنعليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزمتمهم وما يعبدون إلا الله فأأووا إلى الكهف يا ونشر لكم ربكم من رحمته ويؤيئ لكم من أمركم من فقا وترى الشمس إذا طلعت تزاوى عن كهفهم ذات اليمين ذات اليمين وإذا غربت تقريضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المتاد ومن يضلل فلن تجد يهو وليا مرشدا وتحسبهم أي قضعهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط دراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بنهم قال قائلون إنهم كم لبقتم قالوا نبت يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعنام بما لبستم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أسكى طعاما طعاما فليتكم برزق إن هو اللي تلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهر عليكم يرجوكم أو يعيدكم في ملتهم ولم تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليه ليعلموا أن وعد الله يقول أن السعة لا رب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ظنور عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتقذن عليهم مسجدات سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما من الغيب ويقولون سبسة وزامنهم كلبهم قل رب أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليلا فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إن فعلوا ذلك غدا إلا أن يشاء الله اضطر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهيي لرب لأطعوب من هذا رشدا ونبث في كثير ثلاثمائة سنين وزادوا تعالى قل الله أعلم بما نبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك ولا يشرك في حكم أحدا واتلو ما أحيي إليك منه كتاب ربك لا مبذل لكلماته ولن تجد من دونه منتحدا واصبر نفسك مع الذين ادعون أربهم من غداة العشي تريدون وجاءوا لا تعرض عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تتع من أغفلنا قلبه عن ذكنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليم ومن شاء فليكر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاق بهم سردقها وإن يستغيثوا يغاثوا بما إنك المهل يشوي الوجوع بئس الشراب وساءت المتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لنبع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات معادلين تجري بمتحد الأنهار الأنهار يحلون فيها من أسار من ذهب ويلبسون في أبدا من صنص ويستبرون في المتاكن فيها على الأرأيك نعم السواب وحسنة المرتفقا واضعب لهم مسل الرجلين جعلنا لأحدهم جنتين من أعنابهم وحففناهما بنقل وجعلنا بينهما زرعا كنت الجنتين آتوا كلا ومن رد من شيئا وفجرنا خلالهما نهارا وكان له ثمرا فقال لصاحبه وهو يحاوله أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبده هذه أبدا وما أذن سعث قائمة ولئذ ذد لرب الأجداد نخرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوله أكفرت بالذي خلقك من قراب من قراب ثم من حفة ثم سواك عجلا لكنه الله رب ولا أشريك بربي أعادا ولولا إذ دخلت جنتك قلت مشاصا لا قوة إلا بالله إن فرني أنا أقل من كملا وولدا فعسى ربي أن يكون خيرا من جنتك ويرسل عليها عزبانا من السماء فتصبح صعيدا زنقا أو يصبح ماءها غرا فلم تستطع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عوشها ويقول يا ليسني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة يمسرونه لهم دون الله وما كان منتصرا هناك الولاة لله الحق هو خير تغابا وخير نقبا واضرب لهم مثلا حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاقتل طبيعة الأرض فأصبح هشمان ذا أهريا وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقية الصالحة خير عند ربك سوابا وخير أملا ويوم نسير الجبل وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشرقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا بل هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخصها ووجدوا ما عملوا حضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أفتتخذونه وضوريته أولياء من دونه وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المظلين عردا ويوم يقولنا دو شركائي الذين زعمتم فذعوهم فلم يستجيبوا له وجعلنا بينهم مبقا ورأى المجربون النار فظنوا أنهم واقعها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرار لناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدالا وما منع الناس أن يهنوا إذ جاءهم الهدى ويستغصروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين ويأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحظوا به الحق وتأخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم من من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا إن جعلنا على قلوبهم أجنة أن يخيهوا في أذنهم وقرار وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يأخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موحلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهركهم موعدا وإذ قال مسال فثهل أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضح قبال فلما بلغا مجمع بينهما نسيحتهما فاتخذ سبيله في البحر صربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصابا قال أرأيت إذا وئنا إلى الصخرة فإني نسيت الحمود وما أنس له الاشطر أن أذكرا واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثار المقصصا فوجد عبدا من عبادنا آتناه رحمة من عندنا وعلمناهم لدون علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلم لهم ما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صبرا ولا أرسلك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أفتت لك من مذكرا فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تأخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عصرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلما فقتلا قال أقتل نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تسوح بني قد بلغت من لدني عمرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أي ضيفهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقص فأقاما قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبهك بتغير ما لم تستطيع لي صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر يعملون في البحر فارث أن أعيبها وكذا وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما تغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهم ربهما خيرا منه زكثا وأقرب ربما وأما الجدار فكان لغلامين يتمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكعبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ شدهما ويستطج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألنك عن ذي القرنين قل سأتبو عليكم منه ذكرا إنما كان له في الأرض أدنه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين الحمية ووجد حين داقما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتقد فيه حسنى قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يغذب إلى ربي فيعذب عذبا نقرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء للحسنى وسنقول له من أمر نشط ثم أنبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دنيا سطرا كذلك وقد أحطنا بما لديه قبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين واجد من دونهما قوما لا يكادون يفقون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهما سدا قال ما مكنني في ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر العديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ علي قطرا فما اصطاعوا أن يظهروا هو ما استصاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يمج في بعضهم ونفق في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعيلهم في غطاء عرضي وكانوا لا يستطيعون سمعا أفهسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من ذني أولياء إن أعتذنا جهنم للكافرين نزلا قل هل هنبعكم بالأغسرين أعملا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون سمعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعملهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا اتخذوا آيات ورسل هزوا إن الذين آمنوا وعملوا صالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مذا ذلك لمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله وحدا فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر